بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و أتم التسليم على طب القلوب سيدنا محمد و على آل بيته الطيبين الطاهرين و رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين فن الدعوة فن الدعوة فن جميل و اسم فن أي الطريقة ما أجمل فن الدعوة القرآن الكريم في عشرات المواضع يشير إلى فن الدعوة خصوصا ما يعنين اليوم في قضية الدعوة و فن الدعوة فن الدعوة للمخالف لمن خالفني في الرأي أو وجهة النظر أو العيدولوجية أو ما شبع ذلك القرآن هو المنطلق الإنساني الذي يستفيد منه كل إنسان كل إنسان ولا أقول مسلم أي إنسان يقرأ القرآن بقراءة متجردة و يبحث عن آيات التواصل و فن الحوار و فن المجادلة و فن الخلاف هذه الآيات و جمالها يغني عن عشرات الدورات التدريبية بفن الحوار و فن الخلاف و فن الدعوة و ما يعنيني هنا فن الدعوة و هذه رسالة أوجهها لكل إنسان صاحب منبر و صاحب قلم و صاحب قناة إخبارية فصار الإنسان سهل جدا أن يكون إعلاميا أو يكون صاحب وجهة نظر أو صاحب ري عن طريق التليفون أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائل الحديثة لذلك أريد أن نلتفت إلى هذه الآية المباركة في سورة الكهف يقول الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة الكهف مخاطبا حضرة النبي صلى الله عليه و آله وسلم يقول للنبي والنبي الذي أهلك نفسه حبا للآخر النبي رسول الرحمة هذا النبي هذا النبي الخاتم هذا النبي الذي تتفجر من قلبه الرحمة و المحبة للآخر حتى في دعاء النبي صلى الله عليه و آله وسلم أبدا لم ينسى المخالف و لم ينسى أمة الإسلامية كان في سجوده يدعي و كان في سلوك يدعي و كان في أخلاقه يدعي و كان في استماعه يدعي هذا هو النبي الخاتم هذا هو نبي الإسلام نبي الرحمة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أهلك نفسه محبة للآخر ذوب روحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة للآخر فنلاحظ الآيات المباركة نلاحظ الأتب الجميل من الله عز وجل للنبي أي يا محمد خفف عن نفسك يقول الله في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ما أجمل التعبير القرآني ما أجمل التعبير القرآني يقول الله سبحانه وتعالى أتمنى أن نلتفت نلتفت إلى مضامين الآية إلى الأسدوب الجميل إلى العتب الجميل إلى اللطف الإلهي فلعلك يا محمد فلعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك مهلك نفسك في الدعوة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هذه الآية الكريمة والمنطلق القرآن فيها فيها من المعاني الجميلة من فن الدعوة والحب للآخر خلاف ما يسمع اليوم بعض البغات وبعض الطغاة وبعض المنتسبين للدعوة الإسلامية وبعض المنتسبين إلى الأفكار الإسلامية وبعض من ينتسب إلى هذا المذهب وذاك المذهب والآيدولوجيا الإسلامية تحديداً ناهيك على المذاهب الأخرى نلاحظ فن الدعوة بأن أصل الهداية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الهداية للآخر أي أن يستلم جادة الحق طريق الصواب فلعلك بأخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا طبيعة المجتمع العربي وطبيعة المجتمع الجاهلي وطبيعة أهل القريش والقبائل العربية الكبر الغرور بأنهم يرفضون كل ما هو جديد هذه عصبية هنا في عصبية في عصبية في هذا الموضوع نلتفت إلى الآية الكريمة تتحدث عن دعوة النبي ولكن أنا أريد أن أصلت الضوء على قضية العصبية القبلية تحديداً هذه العصبية التي يوم بدأنا نشاهدها خلال الإعلام ولكن بشكل جديد بشكل آخر العصبية لسياسة هذه الدولة والعصبية لسياسة تلك الدولة بدأنا نتكلم ونحلل المشهد السياسي ونحلل المشهد الإنساني بشكل قبلي ولا أقول طائفي لأن هناك حس قبلي ونزع صحراوية بدوية واضحة جلية لكل إنسان يرى بأي حادثة إعلامية وأي حادثة عربية يتعصب الإنسان بمعزل عن الإنسانية ويتمسك بنهج بلد وإن كان مخالفاً وإن كان مخالفاً للفطرة والإنسانية ولكن يلجأ إلى العصبية وهو يقيناً في داخل هذا الإنسان يعلم الحق ولكن يكتم الحق هذه مشكلة الإنسان الكبر كانوا أهل قريش يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك ظل الكبر موجود لذلك قال الله عز وجل للنبي مخاطب للنبي فلعلك باخع نفسك على آثارهم أي محمد أنت بلقت وأنت أوصلت وأقمت عليهم الحجة فما لداعي هذه الطريقة وهذه الحرص منك والحب الفائض من النبي الفائض من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك جاءت الآية جميلة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ولفن الدعوة أساليب من أهم أساليب فن الدعوة حسن الاستماع حسن الاستماع حسن الاستماع كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص بأن يقيم الحجة على كل إنسان بالمحبة بالاتسامة بالحنان بالالتفات بجمال النبي بخلق النبي الإنساني الرائع فلذلك كان النبي يحسن الاستماع للمخالف للمخالف لمن؟ لمن يعبد دون الله ولكن كان يستمع النبي لذلك قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المغيرة بن شعبة عندما تحدث مع النبي وبدأ يحاجج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقصة المشهورة ولكن الشاهد من القصة بوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن كان النبي يستمع إلى المغيرة بكل جوارحه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفرغت يا ابن المغيرة هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فن الاستماع فن الاستماع يجب على الآخر أن يستمع أنا أخالف فلان أخالف فلان أستمع أستمع إلى الحجة أستمع لمن خالفني أقرأ للمخالف هذا فن أقرأ المخالف لا أقرأ عن ماذا كتب عن المخالف أنا أقرأ المخالف أقرأ الحجة لو كنت صاحب حقيقة وعقيدة راسخة وقوية وصاحب حجة لا أخشى لا أخشى الآخر بل أستمع إلى الآخر وأعطيه فرصة بأن يعبر وأن يقول وأن يتحدث عبر وسائل الإعلام سواء في المخاطبة الشخصية سواء بأي وسيلة وأقبل أيضا أن يستضيفني هذا الإنسان والمخالف لي على سبيل المثال في قناته أو الأكس صحيح هذا ما نحتاج إليه أن نستمع إلى بعضنا بعض أن نستمع لا أن نكرس الأحقاد الأحقاد تأتي من أين من عدم الاستماع إلى الآخر بأن أنا مبرمج نفسي برمج نفسي بأني أنا لا أريد أن أستمع إلى الآخر فني ذلك من جمال الفن ومن أسلوب فن الدعوة الاستماع أن أستمع بكل حواسي وأستمع إلى كل الحجة ومن ثم أطرح ما عندي من أفكار ومن رؤى أو اتجاه أو وجهة نظر مخيلة تحذرني هذه القصة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما كان أميراً للمؤمنين في الكوفة دخل أحد الخوارج والخوارج معروف بأن الخوارج كانوا يكفرون الإمام علي بن أبي طالب ولكن دخل هذا الخارجي وهو في قرارة نفسه يعلم صدق علي بن أبي طالب هذا الخارجي كان يعلم بحكمة علي بن أبي طالب وبفكر علي بن أبي طالب وكان يعشق فلسفة علي بن أبي طالب من خلال تتبع هذا الخارجي لأقوال وخطب علي بن أبي طالب دخل المسجد الكوفة وجلس مع المصلين وجلس يستمع وصعد الإمام علي بن أبي طالب المنبر وبدأ بالخطبة وحمد الله وأثنى عليه وقال وتحدث ووعظ وتكلم ماذا قال هذا الخارجي؟ قال لله دره كافر ما أفصحه لأنه يكثر إمام علي نلاحظ العبارة كافر ما أفصحه هذا ما بداخل هذا الخارجي وهو يعلم صدق علي بن أبي طالب الإمام علي بن أبي طالب لم يقصي هذا الخارجي ولم يقل اخرجوه من المسجد هذا يخالفنا منهجا وفكرا وعقائديا لا بالأكس ترك الباب مفتوح وهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب ربيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي كان في المدينة المنورة وقبل المدينة 13 عاما كان في مكة وكان يطوف في البيت الله الحرام وكان يستمع إلى الحجج ويقابلونه المشركين ويتحدث إلى المخالف ويتكلم ويحتك بهذا ويحتك بذا ويصبر على أذاهم وكان يستمع وهو يلق الحجة لذلك كانت حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ وكانت كالصاعقة على هؤلاء المشركين وكان النبي أيضا في المدينة المنورة ونزلت سورة المنافقين كان في المجتمع المدني الأعداد الهائلة من المنافقين وكان المخالفين من اليهود والنصارى ولم يعترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لممارساتهم ولم يعترض على أقوالهم ولم يعترض على أي سلوك من سلوكهم بل عكس كان النبي يحرص على فن الدعوة أن لم يكن قولا سلوكا كان النبي يطبق القرآن بسلوكه بهدوء بتوازن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الآخر فلذلك النبي لم يجعل للمنافقين دولة ولم يجعل للمسلمين دولة ولم يجعل لليهود دولة ولم يجعل النصارى دولة بل كان يحتك لذلك على الإنسان الواعي أن يفهم فن الدعوة الدعوة لها جمال الدعوة تحتاج إلى روح صافية وعقل وعقل وروح أيضا طاهرة وهذا الشيء يذكر بقصة جاء رجل من الصالحين كان يريد أن يصلي فجاء وقت الصلاة كان يجول في إحدى القرى للإخوة المسيحيين فرأى امرأة كبيرة في السن فسأل الامرأة قال له يا أمت الله أيوجد مكان طاهر نصلي فيه ماذا قالت هذه المرأة الحكيمة قالت اسمع يا عبد الله طهر قلبك وصل حيث ما شئت هذا الفقه هذا فقه الدعوة الرجل قابلها بإساءة بكلمة خاطئة وأن لم يكن يقصد ولكن ما أجمل هذه المرأة وما أجمل هذه الفصاحة وما أجمل هذه الحكمة هذه الروح التي أتمنى منك عرب ومنك مسلمين أن نتحلى بها لأن تنابز بالألغاب وهي مذمومة بنص القرآن التنابز بالألغاب والتصنيف مذموم بكتاب الله لذلك أتمنى أن نتحرر من هذه الأفكار ومن هذه التصنيفات والمسميات أن نرجع إلى الإسلام المحمدي كما كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فن الدعوة ليس مقصورا على رجال الدين فن الدعوة خاص لكل إنسان لمعلم والإعلام واجهات الصحافة في كل مجال ولكن يحتاج إلى فن القواعد واحدة القواعد العلمية بفن الدعوة واحدة حتى الأمثلة التي سقتها قبل قليل أو تحدث فيها عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من باب القياس وكل إنسان عاقل يقيس هذا الأمور يقيسها عن نفسه إذا كان هو صاحب قناة فضائية إذا كان صاحب صحيفة معينة إذا كان مسؤولا إذا كان داعي إلى الله ويظل الإنسان مهما كان في رسالته يظل عنده أمل يظل عنده أمل اتجاه المخالف يجب على الإنسان أن يكون حانيا بما ذكرت بقصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نأخذ هذه الفائدة أن يكون الإنسان لينا بشوشا مبتسما متفائلا يضع الأمل نصب عيني يحاول هذا الإنسان أن يرى بالمخالف ويحسن الظن وهذا في علم الطاقة الآن أن يجذب إليه الشيء الحسن لا يكون متشائما بأن أنا يأست من فلان أنا يأست من فلان طائفة أنا يأست من فلان فكرة أنا يأست أن أغير أبدا 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 الإنسان يكون دائماً صاحب أمل وصاحب ابتسامة وهذه من أساسيات فن الدعوة الابتسامة البشاشة المحبة أن يكون الإنسان حنوناً أن يكون الإنسان رفيقاً أن يكون الإنسان رحيماً في المخالف يتحدث وطبعاً هذه الصفات تحتاج إلى تدريب وتحتاج أيضاً إلى سعة بال وتحتاج إلى إنسان أن يتمتع بهذه الصفات وإن قال قائل بأن هذه الأمور غير متوفرة أنا أقول لا حجة عندك اليوم الوسائل المتاحة في قضايا التدريب ومجالات التنمية البشرية وعشرات الدورات لأكثر من مجال خصوص ما يتعلق بقضايا التدريب وضبط السلوك وكتب التربية طافحة في المكتبات ويستطيع أي إنسان أن يقرأها قضية الإعلام للإعلام دور مهم في تكوين العقل العربي للإعلام دور مهم في تكوين أي عقل إنساني لذلك المشكلة اليوم وهذه الحروب الطاحنة وإشغال الأفكار سواء في الرقص سواء في الغناء سواء بالفن الغير هادف بأي مجال كان يكون هذا مسؤولية صاحب القناة لذلك الإعلام يجب أن يكون الإعلام صاحب رسالة كلنا يعلم بأن لكل قناة رسالة طبعا ومن أهداف ومن أهم أهداف الإعلام صورة عامة حتى إعلام الرسالة يحتاج للترفيه هذا أمر مباح ولا شيء فيه بأنه يحتاج للترفيه وكل إنسان مع تعب الحياة ومشقة الحياة يحتاج إلى أن يرى شيء فيه متعة بصرية أو متعة فكرية أو فيلم أو ما شابه هذا أمر متاح وطبيعي والكل يحتاجه وأيضا معذور فيه صاحب القناة لذلك يريد أن يكون لديه مردودا ماديا ولكن الرسالة الحقيقية هي بتوجيه العقول الرسالة الحقيقية هي بتوجيه العقول على اليوم المسؤول أو صاحب القناة أو صاحب الرسالة أن يكون أمينا فيما يقول أن يكون أمينا فيما يوجه العقول وأنا ما يعنيني في هذه الحلقة هي فن الدعوة توجيه العقول لذلك من أهم أهداف الدعوة من أهم قول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة على الإنسان أن يقول الحقيقة لا أن يراعي أهداف وتوجهات هذه القناة أو تلك القناة أو هذا النظام أو ذاك النظام لا على الإنسان أن يقول الحقيقة أنا عليك مصور أنا عليك مقدم برنامج أنا عليك إنسان داعي إلى الله أو إلى الأخلاق الفضيلة أو قناة موجهة للمقاومة الإسلامية أو قناة موجهة إلى الفكر والتربية أو ما شبه ذلك أكون صاحب رسالة وأقول الحقيقة بصدق كي أكسب مصداقية الناس وكي أنهض في العقول رسالتي تكون واضحة لا أكذب كي أجمل المشاهد اليوم العربي أصبح ذكيا جدا يستطيع أن يعلم بأن هذه القناة تكذب وهذه لا تكذب هذه تدلس والتدليس مع شديد الأسف أصبحت سمة أغلب القنوات الإخبارية تحديدا في ظل التكنولوجيا وظل عالم الفضاء وعالم الفضائيات يحتاج بعض رجال الدين إلى الأسلوب الجديد للدعوة إلى الأخذ بزمام أسلوب الدعوة المعاصر التجديد في قضية الخطاب الإسلامي وفن الدعوة والتوصيل كيف نتواصل مع الآخر الأسلوب القديم التقليدي انتهى وعفى عليه الزمن وأكل الدهر عليه وشرب يجب أن يتغير جذريا الأسلوب القديم أسلوب الدعوة الصراخ وأني أنا أقط يوم الجمعة وأتكلم وأدخل هذا الجنة وهذا النار انتهى انتهى هذا الأسلوب انتهى نصيحة لمن لا يغير هذا الأسلوب ويصر على النمط القديم والله سيتجاوزك الزمان سيتجاوزك الزمان إن لم تغير الدعوة فن الدعوة رقي تحتاج فقط إلى أن نتبصر نحتاج لأن نقرأ اقرأ بفن الدعوة الآن عشرات الكتب عشرات المحاضرات استمع الآن سهل جدا المعلومة سهلة بأن تأخذ دورة ولا يمنع ونتمنى من وزارات الأوقاف في بعض الدول العربية أن تنمي هذه قدرات الخطابة وفن الخطابة وأن يكون الخطيب أن لم يدخل عن طريق الوزارة بدورة فن الخطابة وفن الإلقاء وإلى آخر من وسائل التوصيل بأن هو يحرص على ذاته بأن هو ينمي في ذاته بأن يتعلم الآن المشكلة بأن العديد بل العشرات من الفقهاء والعلماء يتكلم لا تستطيع أن تسمع له عشر دقائق بأكملية استحالة ما تستطيع تمل لنا أسلوب رتابة وأسلوب الخطاب واحد مع جمال الكلمات مع الأقوال الجميلة والحوة لكن يفتقر هذا الإنسان فقير فقير جدا في فن التوصيل والتعبير لذلك أتمنى من الجميع كي يعود الخطاب الإسلامي كما كان كي يعود الخطاب الإسلامي مؤثر في الشارع العربي ومؤثر في العقل العربي عليه أن يتعلم وأن يستلم أدوات التواصل الحديثة اليوم الزمن أفضل عشرات المرات بل مئات بل آلاف المرات مما كان عليه محمد بن إسماعيل البخاري أو مما كان عليه الإمام الشافعي هذا الزمن أفضل يسافرون عشرات الأميال عشرات الشهور لكي يحظوا بحديث نبوي واحد ولا تستطيع أن تثبت هذا الحديث صحيحا أم ضعيفا أما اليوم تستعين فقط لثانية لأقل من ثانية لإصبعك تستنجد بفضيلة الشيخ جوجل وتأخذ ما تريد من الأحاديث بإسنادها وبكل ما فيها لذلك فقط فقط علينا أن نستخدم أدوات الدعوة أدوات الدعوة بطريقة عقلية وأهم رسالة أوجه لكل مسؤول عن جهاز إعلامي أن يتق الله وأن يبحث وأن يقول الحقيقة وإن كانت مرة ولكن يكذب مصداقية المشاهد المواطن العربي أصبح ذكيا ولكن مع شديد الأسف هناك من يوجه لذلك تفرقنا إلى شيع تفرقنا إلى جماعات إلى أحزاب الشيعي ينظر إلى قنوات الشيعة والسني ينظر إلى قنوات السنة والمسيح ينظر إلى قنوات المسيح ما هذا الهراء؟ كيف لنا كشعوب أن نتناغم مع بعض ونستشعر آلام بعض ونستشعر مشاكل بعض ونستشعر هموم بعض وننهض الأمة العربية لن تنهض الأمة العربية بهذه العزلة لذلك أتمنى لكل صاحب قناة أن يراعي الأقليات أن يراعي بفن الدعوة وإسلوب الدعوة بأن يكون الخطاب موجه إلى العقل العربي تحديدا أتمنى أن يكون موجه إلى العقل العربي دون تحزب ودون طائفية ودون أن نكون أنا مع هذه الديانة وهذه الديانة أيضا أن نراعي بأن الرسالة الرسالة الحقيقية لفن الدعوة هي الوصول إلى الله وأن ننهض بالإنسان بعقول العربية وأن ننهض في الأمة العربية جمعا هذا ما أتمنى أتمنى أن نحي ثق الحب بمحبة وأن نحي بسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر